انجليش صف الرابع ترم التاني يونت اي اهلا بكم في قناتنا قناة طيور الجنة التعليمية متنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفقيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد النهاردة هنبدأ مع بعض مع وورد طيب موقت الكلمات يلا نشوف يا سنة رابع هناخد ايه في الكلمات اول حاجة معانا جراس جراس يعني حشائش طيب وده ساند ساند يعني رمال كلمة جراس وكلمة ساند احنا بنعملها لانها مفرد يعني لانها حاجة واحدة بس لانها ما بتنعدش كلمة جراس وساند ركزوا في الكلام اللي بنقوله عشان نحتاجوا الحصة اللي جاية يبقى دي سام دي يعني رمال وكمان دي اسم لا يعد يعني بنعملها لانها مفرد طيب وكلمة ايه كمان سنو 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 يعني جليت سنو سنو برضو لا يعد بنعملوا على انه مفرد سنو طيب ودي اسمها ويلد لايف وايلد لايف وايلد لايف يعني حياة برية دي كده اسمها ويلد لايف والوايلد لايف برضو اسم لا يعد ركزوا معايا عشان نحتاجوه الحصة اللي جاية يبقى ده وايلد لايف وايلد لايف طيب ودي بوند لو انا بتكلم على بركة مية واحدة بس هنقول عليها بوند بوند بوندس بوندس يبقى بوند ده اسمه مفرد والجمع بتاعه بوندس بوندس يبقى ده اسمه مفرد ويعد طيب وده اسمه بس لو انا بتكلم على شجرة واحدة بس هقول تري هقول ايه تري تري طيب اشجار كتير تريز تريز يبقى تري اسمه مفرد يعد لو عدناه هيبقى تريز هنضف له بس اس جامع طيب بعد كده ده اسمه مونتين مونتين جبل واحد بس اسمه مونتينز طيب جبل كتير اسمها مونتينز مونتينز مونتين مونتينز يبقى مونتين ده اسمه مفرد ويعد عشان بنقدر نجمعه طيب بعد كده ريفر ريفر يعني نهر طيب لما نيجي نجمعه يبقى ريفرز لو انهار كتير ريفرز بنحطه له بس اس جامع ريفر ده اسمه مفرد يعد عشان بنقدر نجمعه يبقى ده اسمه ريفرز ريفرز طيب خلصنا كده ركزوا معايا وات اس اس وات اس اس شطار انتو قلتولي ايه بونت برافو عليكم بنجاوب بنقول منعمل مقص بنسيب اداة اللي استفهم خالص ونقول عشان احنا قلنا البونت بنقدر نعدها حطينا قبلها ا ا ا ا بونت وينفع نقول عليها اتس ا ا بونت صح برضو طيب السؤال الثاني وات اس اس شطار سمع حد يقول لي اتس ا ريفر او اس اس ا ا ريفر برافو عليكم وحطينا ا عشان قلنا ريفر بيتعد طيب سؤال الهومورك للشطار في البيت الشاطر اللي هيكتب لي الاجابة في التعليقات شكرا لكم حبيبي كنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية انسوش لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته